عقد في مجلس المحافظة اجتماع موسع لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية في قضاء بلد بحضور أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة صلاح الدين جاسم حسين جبارة ومحمد كريم ومنار عبد المطلب وبرئاسة أحمد عبد الجبار الكريم رئيس المجلس وحضور المحافظة الدكتور المهندس عمار جبر خليل وأشهد رئيس المجلس بالتضحيات الجسام التي قدمها أهلها في مقاراعة عصابات داعش المجرمة وصمودها في وجه التحديات التي حاقت بها من جانبه أكدت دكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين وجوب حماية السلم المجتمعي بخيارات عقلانية تميز بين المجرم والبرئ مشيدا في الوقت نفسه بتكاتف أبناء العشائر في وجه الإرهاب وما قدمه أهالي بلد من نخوة وطنية لنصرة إخوانهم في الضلوعية في معركة ذات السواتر ترجمة نانسي قنقر